اشتركوا في القناة 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 هذا الرالي اقصد وشنو سبب الفوز هذا والتألق طبعا انتم معروف رالي قبرص من اصعب الراليات في العالم لان المنطقة جبلية وهي جزيرة طبعا الحمد لله هذا الفوز 11 فوز في كل سنة انفوز فيه والحمد لله متوافقين في الجولة والحمد لله الاهم الحاجة اللي اللي انبساطنا فيها فوزنا ببطولة شرق الهوسط بعد الجولة الاخيرة اللي راح تكون في دبي ان شاء الله ان شاء الله الله يوفقكم ان شاء الله يا ناصر الله يسلم يعني لو تكلمنا بعد عن يمكن الراليات اللي جاية في المستقبل الجديدة يعني طبعا الرالي الجاية هو الاسبوع الجاية ان شاء الله راح يكون في اسبانيا واللي بعدها راح يكون في دبي لكنه طبعا هو التحضير الكبير اللي قاعد أنا أحضر له هو رالي داكار اللي سألوك اللي سيكون فيه شهر واحد تجهيزات طبعا راح تكون جدا صعبة وتجارب كثيرة فيها لكن الحمد لله الدعم اللي لا محدود من دولة غطار وصندوق الدعام هل دائما نخليك تسعى لكل إنجاز بالتوفيق يا ناصر ناصر شون كانت المنافسات شون كانت تحدي المنافسات كانت موجودة يعني ما شاء الله عبد العيز الكواري خالد الغاسمي نسفر السياقين الدوليين الغبارسة يعني الحمد لله أنا اقتنصت الفرصة من بدايتها يعني فست ب 16 مرحلة من العصر 17 والحمد لله يعني الفارق اللي سويته أمس هو ريحني اليوم لكن طبعا اليوم كانت المنافسة بين عبد العيز و خالد الغاسمي على مركز الثاني لكن للأسف عبد العيز صادع عقل في السيارة تأخر نوعا ما لكن ما شاء الله يعني كان دائما ثابت وجوده يعني في فرالي ناصر مبغريبة عليك ما شاء الله عليك أنت دائما ترفع عراصنا فوق بكل بطولة ما شاء الله نفتخر فيك يا ناصر الله يسلمك مرحبا لديك ناصر شون الأجواء عندكم هناك والله الأجواء اليوم ما شاء الله كانت 33 لكن في الليل ما شاء الله الأجواء باردة يعني لكن طبعا الجو يتغير عن دخولهم يعني يمكن نوعا ما نقول لشتاء لكن طبعا الحمد لله يعني اليوم كانت الأجواء حارة وهذه يمكن سعادت نحن كشرق الأوسط يعني كخليجيين ناصر أنا لي أحب السيارات وحب سباقات السؤال فهذه لكن أبس سألك شغلة هل هو يفيدكم السيارة نفسها ما يأثر عليها لا السيارة هي طبعا ما يأثر عليها لكن يمكن يأثر على بعض السائقين لما تعرف السائقين الأوروبيين يتاثرون جدا بالأجواء الحارة وما شاء الله يعني نحن نتعودين على الأجواء لكن طبعا الحمد لله يعني نجهز نفسنا وعلى قولتك إذا أنت تتحب السيارات راح نجيب لك سيارة إن شاء الله تشارك معنا فيها والله والله يليت صراحة أنا ودي أشارك معاكم إن شاء الله يعني 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 ناصر يعني ما شاء الله عليك وعلى الشاب اللي معاك نومستون اليوم مبارك لكم مرة ثانية والف ألف شكر لتواصلك طبع الله بارك فيكم كل عام انتم بخير وإن شاء الله راح نفرحكم أكثر وأكثر إن شاء الله إن شاء الله هموا بغريبة عليكم يا ناصر بيظ الله يجيكم يسل بك رحمة زيك أه رحمة صيام أحمد تحب السباقات أنت أنا ودي أشارك أنا ما أحب السباقات لا الشوف السباقات محد يحبها لكن السباقات معنا ما مجمو خطور الله خلاص أنت تسوق وأنا أحداك لا تتجينا سوق ومعدل أنا شطني لا من شاطك أنا لا إن شاء الله أنا مناصر إن شاء الله والله يليت والله ترى من جدي فأنا خاطري أنا من خاطري كله إن شاء الله إذا فست إن شاء الله بقول لعين خاطر بس نسلم نعم مشاهدين الكرام ومن أجواء سبغات الحماس اليوم إن شاء الله الأجواء الرياضة رح يلعب منتخبنا لدعم مع منتخب اليمن الشغيق في بطولة كأس آسيا الهين وخمسطاعش إن شاء الله المبرة رح تكون التصفيات رح تكون اليوم إن شاء الله الساعة سبع ونص أيضا في كأس في ملعب ثاني بن جاسم في نادي الغرافة نتمنى التوفيق إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله لمنتخبنا بإذن الله إن شاء الله من وكبة الجماهير معهم اليوم إن شاء الله نبي نسمع كل بطولات وكل الجزل بإذن الله الله يعطيهم الفعافي وشتنحيلهم إن شاء الله حق ون البطولة ومن أجواء الرياضة إلى أجواء الحج بدأ حجاج بيت الله الحرام في اليوم الثامن من ذي الحجة في الصعود إلى مشعر منى لغضاء يوم التروية اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم على الصلاة والسلام حيث يتوجهون بعدها للوقوف في عرفات بنشوف التغرير هذا ونرجع لكم هذا هو المشهد خلال الساعات الأولى من صباح يوم التروية الطريق بدأ سلساً وأقل ازدحاماً على غير العادة بسبب إجراءات تنظيمية غير مسبوقة إضافة لنقص أعداد الحجاج هذا العام اللهم لبيك لبيك لا جيك لك لبيك إن الحمد والنعمة لنا المرض لا جيك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا جيك لك لبيك والله الحمد لله يعني فيه فرق بين العام والسنة العام تعرف كان نسبة الحجاج تقريباً ثلاثة مليون والسنة بسبب تغليص نسبة الحجاج عشان موضوع التوسع في الحرام والسنة الحمد لله حتى نلاحظ برا إنه ما في حجاجك مثل العام الزحمة والسنة والحمد لله طلعتنا من البعثة إلى مينة يعني الطريق سالك الحمد لله يعني لا في زحمة ولا شعني بصراحة الشعور يعني إذا وصل للواحد الأماكن هذه يشعر بفضل عظيم من الله سبحانه وتعالى أنه يسر له تواجده في هذا المكان وينظر إلى الناس اللي موجودين عنده من كبيرهم وصغيرهم كلهم سواسية ما يلبسون إلا الإحرام ففي الواحد صراحة شعوره ما يقدر أنه يوصف بكلمات إلا أنه فضل من الله كبير ونعمة من الله سبحانه وتعالى ونسر الله سبحانه وتعالى أنه يتقبلنا ممن حجة حجة مبرورة وسعيه مشكورة وذنبه مغفورة في مقر البعثة القطرية بمينة أخذ كل موقعه استعدادا لأيام الحج التي تشكل مينة محطتها الأولى وتستمر لغاية ثالث أيام التشريق لغير المتعجل للحديث أكثر عن الحج وعيد الأضحى المبارك نستضيف معنا الإمام والخطيب والدعي بوزارة الأوقاف عبدالله السادة مرحبا مسألة فيك أهلا وسهلا وحياكم الله وإزاكم الله خير الله حياك نداك إبراهيم بدأ الحجاج اليوم بالصعود إلى مشعر منه حدثنا عن فضاء هذه السنة بسمنا الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله مبارك على محمد وعلى آله وصحبه أيضا 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 أيض وجلس في مكة حلال اليوم السادس والسابع والثامن اليوم الحجاج يقتسل غسل الحج ويلبي تلبية الحج لبيك اللهم حج يلبون الحجاج المتمتعين اليوم المتمتع لي جاء محرم واعتمر وتحلل اليوم الصبح نعم اليوم الصبح بعد ما افطروا اقتسلوا والبسوا الاحرام وقالوا لبيك اللهم حج اما المفرد والمقرن فقد لبى من اول ما دخل مكة فينطلق المتمتع وغيره اليوم من الصباح يركبون البساط وينطلقون الى ميناء وميناء مشعر من مشاعر مكة ومن منطقة من منطقة من الحرم يعني ليست خارج الحرم مثل عرفة عرفة خارج خارج الحرم اما منه فهي داخل داخل الحرم فيذهبون الى مخيمات منه ويجلسون الظهر يصلون الظهر قصرا في وقته والعصر قصرا في وقته والمغرب في وقته والعشاء قصرا في وقته والفجر في وقته طيب ماذا يفعل الحجاج في المخيم في هذا اليوم اللي هو يوم التروية اللي هو يوم التروية ماذا يفعلون الاصل ان يكون هذا اليوم يوم ذكر لهم ويوم عبادة ويوم قراءة القرآن لكن الذي نشاهده من الناس مثل ما شفته الناس هم يلويون رايحين يجفون منه وهذا ليس من السن وهذا ليس الأصل أن الشخص ذاهب هناك عن اليوم هذا اليوم هو من أفضل الأيام عند الله عز وجل خير الأيام عند الله هي اليوم الأيام العشر والعبادة فيها محبب إلى الله عز وجل أحب العمال إلى الله ما كان في هذه العشر فالشاهد أن أنت اليوم في يوم يوم فضيل له اليوم الثامن وأنت في مكان فضيل جدا له منه في مكان حرام يعني فالأصل أن الشخص يحاول قدر الإمكان وهو في المخيم أن يكون ذاكرا لله عز وجل بتلاوة القرآن أو بالتسبيح أو بالاستغفار أو بأي شيء يعني يكون ذاكرا لله لا تنهي الحياة طالع يتمشي ويا رابعة أو يلطيت معهم يروح يشوف المخيمات ويشوف لا هذا أصلا ماضي على الوقت فهذا وقت يعني ثمي جدا نحن يعني بنتحدث أكثر عن موضوع شيخ عبد الله لكن معنا فهد الكعبي مراسلنا ومفادنا في الأرض في مكة سلام عليك فهد عليكم السلام مستك الله الخير خالد الكفيرشي ومستك الله الخير أخو يحمد شمري وضيفنا العزيز الله يعطيه صح والعافية والله ينفعنا به إن شاء الله نعم إن شاء الله سعادة يا فهد فهد يليت لو تطعنا على أجواء عندكم هناك طبعا اليوم إن شاء الله بدأ الحجاد الصعود إلى مشعر منه الغضاء يوم التروية فالتكلمنا شون الأجواء عندكم هناك أخو يحمد طبعا قبل بسم الله الرحمن الرحيم أمسي على مشاهدين الكرام غيرهم المنسيين طبعا ما زل ما احنا عرفين اليوم طلعنا من منطقاتنا العزيزية متجهين إلى مناء اللي هي المناطق على فوجين الفوج الأول كان الساعة 9 صباحا والفوج الثاني كان الثانية ظهرا طبعا أبشرك البعثة كلهم طيبين وبخير والآن في موقع البعثة في مناء ومرنا طبعا على الحملات الموجودة وتطمننا على الحجاجة كلهم الحمد لله ما فيهم أي حاجة كلهم طيبين وبخير ومذل ما ذكر شيخنا طبعا جناهم في مجلسهم في البعثة كل البعثة لها مجلس اللي يقرأ قرآن واللي يدعي عسى الله يتقبلهم إن شاء الله عمين يا رب أساكم على القوة طبعا إن شاء الله راح يكون التوفيج إلى عرفة بكرة الفجر إن شاء الله وحاليا من انتظرهم بس يحددون لنا متى الصعود إلى خطار ومساعد وإن شاء الله الله يسهل دروبهم إن شاء الله عمين إن شاء الله وسهل عليكم يا فهد وإذن فهد يعني يمكن هذه السنة يمكن عدد الحجاج أقل من كل سنة فهل هذا يعطيهم يعني إيجابية أكثر؟ فعلا أخي خالد عدد الحجاج أقل من سنين اللي طافت لكن ضيف بعد ما ند حد شغل التنظيم التنظيم السنة كان بكثافة من ناحية الكشافة من ناحية العساكر من ناحية التفويج كثرة عددهم منع سيارات الدخول فقط الباصات هذا عطى أريحية للحاج يعني فعلا مو بس إنها أقلة الحجاج لا لكن هناك تنظيم أيضا فهد انفعتكم التوسعة ها الله يعطيهم العافية ما شاء الله المسؤولين في السعودية من ناحية الأمن نلاحظ أنهم في التغارير لاحظ أنهم وسعين الشوارع وطبعا نشوف نلاحظ في التغارير أنه بزحمة يعني ما كانت كثيرة ومنها أيضا مثلما ذكر أخي خالد تغليل نسبة الحجاج وأيضا توسعة الشوارع انفعتكم صحيح فهد ولا صحيح هي توسعة الشوارع وتحديد الشوارع أخوي أحمد بعد أيضا هناك حددوا متار للحافلات اللي هي الباصات ومتار للمشاة ومتار للسيارات اللي فعلا قدروا يقلصون منها اللهم المصبرحة نفسي نقول سيارة الإسعاف نفسي الحالات الطارعة هذه اللي تدخل فقط أما حددوا الشوارع ووسعوا الشوارع فعلا يعني يعطيهم الصحة والعافية وبالإضافة إلى فعلا هناك نسبة قليلة من الحجاج عن العام الماضي شكرا شكرا يا فهد على المعلومات وبيض الله وجهك والله يسهل عليكم على جميع الحجاج إن شاء الله بإذن الله ساكم على القوة يا فهد ومن يقول الله يحفظكم يسر عليكم الله يعجركم إن شاء الله يمكن رد حق ضيفنا العزيز الخطيب والداعية بوزارة الأوقاف الشيخ السادة لو بنتكلم عن فضل صيام يوم عرفة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين من السنة لغير الحاج أن يصوم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم وقال يكفر السنة الماضية والسنة الباقية إذن يكفر صيام يوم عرفة لغير الحاج يكفر ذنوب سنتين أما الحاج فلا يستحب له الصيام وذلك لكي يعينه على الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة عندما خطب خطبة حجة الوداء المشهورة وذلك بعد صلاة الظهر ذهب ووقف صلى الله عليه وسلم وأخذ يدعو إلى أنغابة الشمس دعاء واحد يعني من الظهر إلى الغروب دعوة واحدة فلذلك الناس شكوا في أنه صائم قال بعض الناس عن رسول الله سلم صائم ما كل شيء بعضهم قال لا فاطر فأرسلوا له لبن فشرب صلى الله عليه وسلم أمام الناس فاتظى أنه غير صائم إذن يستحب للحاج أن لا يصوم وذلك له يقوى على العبادة وعلى الطاعة وعلى الدعاء وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء عرفة يعني أفضل الدعاء أن يدعو الإنسان في يوم عرفة قال وخير ما قلت أنا والنبي من قبلي لا إله لله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير إذن يوم عرفة يوم عظيم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر ما يعتقى الله عز وجل من العباد من النار في يوم عرفة ويقرب الله سبحانه وتعالى إلى أهل المشهد ويباهي بهم الملائكة فقالوا أن أفضل يوم في العام هو يوم عرفة لكن هذا الكلام فيه خلاف لأن بعض العلماء قالوا أفضل يوم هو يوم النحر وذلك لنص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأيام عند الله يوم النحر لكن لا خلاف أن يوم عرفة يوم عظيم جدا قال رجل إلى عمر بن خطاب قال نزلت عليكم آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتمامت عليكم نعمتي لو نحن اليهود نزلت علينا لأخذنا ذلك اليوم عيد الله أكمل الدين هذا اليوم اليوم ذي الدين كمل نأخذه عيد نحتفل به في كل سنة قال عمر رضي الله عنه وإنها لعيد نعلم أنها نزلت في يوم عرفة يوم الجمعة يوم حج صاد في يوم عرفة يوم جمعة فالجمعة يوم عيد وعرفة قالوا يوم عيد لأهل الموقف الأهل الموقف الآن كانه عيد لأنهم يجتمعون يعني ما بعض فكانه عيد فقال أن هذه الآية نزلت عندنا يوم عيد فشاهد أن يوم عرفة يوم عظيم ويوم فضل جدا ويفضل صيامه نعم ويستحب صيام يوم عرفة لغير الحج شيخ عبدالله شون شفت موسم الحج هالسنة هذه خصوصا بعد التوسع والتسهيلات للحجاج والله يعني ما حجيت لكن العام أو أولة العام طبعا يعني الواحد ما يقدر يقارن لكن اللي نسمع من الناس يعني أن السنة أخاف بكثير يعني والأمر أسهل أسهل بكثير لكن يتضح لنا أكثر وأكثر في قضية الرمي يعني يوم العيد حنشوف ردة فعل الناس أو الحجاج الرمي حاليا الشيخ عبدالله صار خف من قبل صحيح أنا حجيته كان الرمي الغديم وحجيته الرمي الجديد ففرق وانت ماشي ما توقف صحيح صحيح فرق شاسع يمكن بابراهيم تعطينا لنا النصايح اللي تخفف على الحجاج التعب يعني بعض الحجاج ممكن يجهد نفسه مغير داعي نعم يلا سلمك بعض الحجاج في يوم عرفة إذا ياو في يوم عرفة يقعد شوي في المخيم ويطلع وين راية؟ قالوا الله بأشوف الرابع بأشوف الجماعة لا 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 بأشوف الجماعة اللي في الحملة الفلانية بأشوف الجماعة الحملة الفلانية ولا حتى يروح حق حملات دولة ثانية سواء كانت دولة خليجية أو غير فيطلع ويمشي ويمشي ناس ظهر فيمشي ويتعب روحه ما هي المغرب إلا ما في شدة طايع وبعض الناس يذهب ويتعنى ويتكلف لأن يروح جبل جبل الرحمة يوقف هنا وبعضهم يذهب إلى مسجد نامي عشان يسمع الخطبة فأنا نصيحتي للحاج بأن يوم عرفة ما يتعب نفسه ليه وصل الظهر يريح يرتاح علشان من بعد يعني العصر أو من قبل العصر يقف ويدعو الله سبحانه وتعالى وقدر الإمكان يعني يكثر من الدعاء يدعو إلى أن تغرب الشمس بعض الناس مثل ما يقول لك الظهر والعصر يريح وليه قبل المغرب أو له تعبان ما في شده لا يدعو فالأصل أن الإنسان يرتاح بيوم عرفة أول ما يجي ثم يقوم يعني ويدعو شيخ عبدالله في ناس تفضل أنها تصدق بمبلغ من المال تطرش البلدان اللي برها المحتاجة على أنها تضحية أو أنها تتبح لضحية وتوزعها على الفقارة المساكين فبرأيك أيها ما أفضل يعني الأضحية طبعا هذه سنة نبينا إبراهيم عليه السلام هذا الأصل يعني وهي مشروعة من الكتاب والسنة والإجماعة قال الله سبحانه وتعالى فصل لربك وانهر والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس ضحى بكبشين أملحين أقرانين والإجماع يعني قال ابن حجر أجمعت الأمة على أن الأضحية من شرائع الإسلام فمجمع الأمة على أن الأضحية مستحبة ليس إجمعها على استحباب لكن نهية يعني من الشرع أما استحبابها أو وجوبها القضية في خلاف لكن الجمهور على النهية بس ببراهيم ما الأفضل بلا أن أحرض ضحيتي في البيت بلا أن أقر الآن نجاوب على السؤال الأولي ثم نجاوب على السؤال الثاني الأولي أضحي طبعا بالإجماع بأنك تدفع المال للأضحية أفضل من أنك تدفع أو يعني تدفع ثمنها صدقة لو كان أفضل لفعل الصهابة أو التابعين أو التابعين ما سمعنا بأحد بأنه يعني بدان ما يدفع 1700 يشتري ضحية يقوم يعتصدق بها لا الأفضل أنك تشتري ضحية أفضل بكثير من الصدقة بثمانيها نعم يمكن بس إبراهيم يعني يقول لك والله مثلا يعني مجازا خنقول أن في قطر ما في محتاجين كثر مثلا خنقول البلدان اللي بره فأنا مش صدقة أنا بدفع شفت أنت يقول لك هاي موضوع ثاني هاي مسألة ثانية أضحي بره أيو هل أضحي في الداخل أو أضحي في الخارج هاي مسألة تختلف عن مسألة أضحي ولا أتصدق بثمانيها لا أضحي بره ولا أضحي نعم فالمسألة الأولى قلنا تضحي أفضل من تدفع الصدقة يعني ثمانية صدقة هذا والله لا خلافة فيه نعم لكن طيب أي أفضل أن أضحي هنا ولا أتصدق ولا قصدي أضحي في الخارج أضحي في الخارج نعم الأفضل يعني بعض العلماء يقولون الأفضل لأنك تضحي هنا على ليش لأن لو كل الناس ضحوا بره طيب لم تشاهد الأضحية يعني في البلد هذا واحد وبعدين مسألة الضحي بره والضحي الداخل فيها مسائل كثيرة وفيها أمور يعني مثل بعض الناس لكي لا يدفع ألف وسبة يريد أن يدفع ثلاثمئة طيب لكن أنا أقول للقادر طبعا بلا شك في الخارج أحوج نعم بلا شك في الخارج أحوج فأنا إذا أدفع ألف وسبع هنا أدفع ألف وسبع بره أيها كم غيمة الأضحية هنا مثلا إذا كانت بره خنقول مثلا في أي بلد من البلدان 300 ريال أدفع خمس وأنا أعرف ناس الله سلمك هنا الأضحية ألف وخمس أو ألف وسبع يضحي برع ببعير أو ببقرة بخمسة ألف نعم الله يجرى مخير أعرف جميع أي فهكذا فإذا تبيت ضعج إذا أنت نيتك إطعام الناس برع بالأضحية يخضح ببقرة ألف وسبع يمكن برع جيب قيمة بقرة أو ببير نعم أعرفت أيها فالأصل لكن طيب الآن سؤال آخر مثلا أولا أفترض أن أنا يا أخي ما عندي ألف وسبع ما عندي إلا ثلاثمائة ريال نعم وأبي أضحي شاء سوي ضح بالخارج صح وضحية صحية وتكتب لك وضحية نعم إذا ما كان عنده غير مؤتدر نعم أنواع الله عندي ثلاثمائة ريال عندي متين وخمسين وبرع إلا أضحية قيمة تثلاثمائة ريال أول شيء أن أنا بكسب عجر الأضحي أنا أضحيت وثاني شيء بطعم اللي برع فلذلك هذا الإنسان ما يقدر مثلا أن يضحي بالداخل يضحي بالخارج لها طبعا أجر أضحية ولها أجر أنه أطعم الناس يعني بالخارج لكن الأصر أن يعني إراقة الدماء أمر مطلوب نعم يمكننا يا شيخي يدركنا الوقت لكن ودنا في ختام حوارنا معاكل لتعطي النصيح توجهها للناس في العيد في العيد في العيد نعم نعم تغلنا من الأضحية نعم والله وجه نصيحة لي وحق الناس كلهم يعني أن هذه الأيام قلنا أيام ذكر وأيام توزعة على الأهل وعلى الأقارب وأيام صلة أرحام قد المكلة يعني لبينه وبين رفيج ولا واحد منها لشحنة بين سوء تفاهم صاير شيء زعلان وياه يستغل هذه الأيام أنه يروح يستسمع منه يرجع المياه إلى مجاريها قدر الإمكان بعض الناس يعني ما يرجعون بسرعة لكن قدر الإمكان يروح يستسمع من الناس يوسع على نفسه يوسع على أهله والأنصح فيه نفسي وأخواني بأن هذا اليوم قدر الإمكان أن لا نعصي الله فيه النفس بعد الطاعة تحب ترتاح يعني الآن ما نشاهد مثلا الناس لما يصومون لله ثلاثين يوم يوم العيد يفتلون الأصل لا يعني إذا دخل العيد خرج من الشرع لا الشرع حاكمك 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 في العيد وفي غير العيد فأنت العيد الشرع حاكمك ما تعمل ولا تستانس ولا تفرح بمعصية الله عز وجل الأصل بعض الناس يعني روح يأخذ على أساس أنه يعني أنه يستانس العيد العيد رخصة لا العيد ليس رخصة لعمل المنكرات صحيح الله إن شاء الله يتمنى إن شاء الله أنه قبل منه منكم صحيح الإمام الخطيب الدعية بزرعة الأوقاف الشيخ عبدالله سادة نشكرك على حديثك الشيخ الله يسلمك أيضا مشاهد الكرام في هذه الحلقة بنتكلم مع سيد حمد المالكي عن الرغابة الصحية على منتجات الغذائية ليلة العيد الأضحى المبارك وبعد الفاصل بنتابع اعتماد صميم الريل تمهيدا لوضعه على السكة اشتركوا في القناة مرحبا ومسهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام والحين بننتقل إلى الفقرة الاقتصادية والتي تناول فيها هذا الأسبوع موضوع الريل هذه الفقرة برعاية مصرف قطر الإسلامي كل دولة تحتاج إلى نظام نقل فعال يسهل حركة التنقل بين المناطق ويخفف الزحمة ويشكل المترو أحد أبرز وسائل النغلة النظيفة والصديقة البينة نعم يا أحمد ونحن في قطر ننتظر إنجاز هذا المشروع الذي يشكل جزء من نهضة دولتنا الحبيبة فهين أصبحت مراحل التنفيذ سؤال يجيب عليه المدير التنفيذي للمشروع المهندس سعد أحمد المهندي في التغرير التالي تتواصل الأعمال الإنشائية لشبكة سكك الحديد القطرية إذ اختار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدة التصميم المعمارية النهائية لمحطات متر الدوحة من بين ستة تصميمات مقترحة وقد وجه سموه بضرورة الإسرائي في إنجاز المشروعات بما يحقق أعلى معايير الجودة والإتقان والتكاملية أختار صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد تصميم الفضاء المقوس الفضاء المقوس يقتبس الممسممون تصميمهم من خلال طراز الإسلام المعماري بحيث أنهم وظفوا أنصر القوس الإسلامي قديم بلغة عندسية معمارية حديثة بالإضافة لأنهم دمجوا صادف المحار مع التصميم في السياق ذاته يتواصل العمل فعلياً في عشرين موقعاً من خلال أعمال مختلفة فوصل الحفر إلى ناقص خمسة أمتار ما يعد نسبة ممتازة خلال هذه الفترة الزمنية وفقاً للمسؤولين عن المشروع الحمد لله تم اعتماد المرحلة الأولى والتي تكون من 83 كيلومتر منها ما يقع 74 كيلومتر تحت الأرض بالإضافة إلى 34 محطة تم ترسية الأعمال العاجلة للخط الأحمر جنوب والخط الأحمر شمال ومحطة مشيرف بالإضافة إلى الخط الأخضر ونسبة التنبيل ما يقارب 2.5% من مكان مخطط له في 2 فالحمد لله نحن ماشيين على البرنامج بالإضافة إلى فيه مناقصات حتى الآن تحت الطرح منها أنظمة القطار ومنها أعمال الجسور على مستوى سطح الأرض مراحل تنفيذ المترو تحققت إثر جولات مناقصات طويلة شاركت فيها مجموعة كبيرة من الشركات العالمية بشراكة محلية وذلك في سبيل الحصول على أفضل الخدمات بكلفة مناسبة مثل ملك العارض أن مشروع سكر الحديد أول مرة يتنقل بدولة قطر في ججوى الزماني ضيق إلا أن الحمد للتمكننا بنطرح جميع المناقصات بعد إن شاء الله نتسيرية عن طريق مناقصات مفتوحة أو دعوة مفتوحة وعلى سبيل هذا المثال بالنسبة للأعمال العاجلة تم طرح المناقصات ودعوة جميع الجهات بحيث أن نتوى عمل ورشة عمل في 2011 في مايو ويوليو 2011 وبعدها بدأنا التأهيل في أكتوبر واستمر التأهيل لستة شهر استلمنا 60 تحالف أول مرة في أول مرحلة من التأهيل تم تأهيل فقط 32 تحالف وبعدين اجتمعنا مع التحالفات هذه كلها وتم تأهيل 18 تحالف وهم اللي تم دعوتهم للتناقص في المناقصة واستمرنا على خلق التنافس هذا لين مراحل تجارية وهذا تماشي مع توجيهات العليا بضرورة خلق نظام منافسة لجميع المناقصات وخلق شفافية في المناقصات والحمد لله أننا نفتخر في الرئيس لأن جميع المناقصات التي تم ترسيتها أنه وجود مقاول قطري بالرقم أن المشروع أول مرة يتطبق إلا أننا حرصين على وجود مقاول قطري والحمد لله توفقنا أنه في كل التحالف في مقاول أجنبي مع الشرك قطري متر الدوحة يشكل جزءاً رئيساً من نظام فعال للنقل العام النظام الذي تحتاجه كل دولة بغية تسهيل حركة المواصلات والتنقل إذ أن الاعتماد على المتر يحد من الضغط على حركة الطرقات ويقلل من انبعاثات الغازات الملوثة النظام النقل الحالي في الدولة يعتمد على الطرق عدد السكان عندنا ما يقارب مليون وثمانمائة عدد السيارات حسب الحصايات المرور في 2011 عاش ثمانمائة ألف سيارة ويزيد العدد هذا أمية ألف سيارة كل عام بما يزيد الزحام والاختناقات المرورية عندنا ما يقارب سبعين في المياه وخمس سبعين في المياه من كثافة السكان يتمركزون في مدينة الدوحة الكبرى والتي يتكون من الدوحة والريان والوكرة عندنا مشكلة في المواقف عندنا داخلياً الطرق الداخلية يستيعابها قليل بالإضافة إلى رخص سعر البترول إذا شفنا في 2030 سعر البترول كم بيكون؟ هذا سؤال لازم الواحد تتصوره بيكون عدد السكان ما يقارب ثلاثة مليون وثمانمائة بيكون عدد السيارات إذا استمر نفس الوثيرة ما يقارب مليونين وخمسمائة وبالإضافة إلى أن اقتصاد المعرفة التي تتبع دولة قطر في رأيتها بيزيد من الوظائف التخصصية ونفس الوقت بيكون الطرق الداخلية في الدولة محدودية توسعتها فإذا قاررنا بين دولة قطر الآن في 2030 بنلقى أن عدد السكان يزيد مرتين عدد المركبات يزيد ثلاث مرات والطرق الداخلية محدودة فأي مخاطط استراتيجي بالنسبة للنقل عند هالمعلومات وهالحقائق فتوصيل تدائم بتكون أن ضرورة وجود نظام نقل فعال وعصري يتلاغم مع الرأي الوطنية لتوفير الحياة الكريمة للشعب القادر يجيل بعد الجيل وبعد الاطلاع على مراحل تنفيذ مترو الدوحة دعونا نرى خصائص التصميم التي اختارها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدة لمحطات المترو تصميم اعتمدت بناء على قيم ثقافية وقيم ممتدة من التراث القطر فطلبنا من الشركات هذه تقدم لنا مقترحات معينة سمو الأمير شرفنا واختار واحد من المقترحات هذه المقترح الذي وقع الاختيار عليه يستمد بعض القيم من التراث القطري وفيه قيم إسلامية وفيه قيم أيضا أخرى يعني سواء بالتصميم الخارجي أو التصميم الداخلي التصميم الخارجي فيه قيمتين رئيسيتين لو شفت التصميم تلقى فيه يعبر عن خيام أو بيوت شعر موجودة من برع وفيه تقويسات تحاكي الثقافة الإسلامية أو التصميم الإسلامية أو الزخرف الإسلامية بالنسبة للداخل اعتمدنا على تصميم بطن اللؤلؤة أو بطن المحارة المحارة أنت تشوفها من الخارج وتشوفها شيء عادي أو محارة عادية لكن من الداخل ألوانها وفيها اللولو وفيها الأشياء المبهرة والأشياء الحلوة فكان التصميم عبارة عن شكل خارجي محافظ ما فيه بهرجة ولا فيه أشياء كثيرة لكن إذا دخلت من الداخل بيكون التصميم يحمل التقويس الداخلي للمحارة بالإضافة إلى الألوان اللي تشوفها في المحارة وقع الاختيار على التصميم هذا طبعا كان من أجمل التصاميم اللي موجودة عندنا وبناء على المقومات اللي ذكرناها الشركات كانت ثلاث شركات عالمية والتصميم كان من تصميم شركة هولندية اسمها يوون ستوديو أي محطة تدخلها تنقسم إلى قسمين يسمونا القسم المدفوع أو البيد أو القسم الأمبيد بالإنجليزي يعني القسم اللي تدفع فلوس عساس تستخدمه والقسم اللي ما تدفع لفلوس هو المدخل الرئيسي للمحطة لما تدخل تحصل الأرض موجودة قدامك وفاضية طبعا وفيها أماكن شراء التذاكر وفيها أماكن الاستعلامات وبعض المحطات بيكون فيها أماكن أيضا سبر ماركت وأماكن مشتريات إلى أن توصل إلى السيكوريتي أو المكان اللي تتخلى من الحواجز اللي تستخدم فيه بطاقتك وتستخدم فيه تذكرة اللي شريتها فلما تعدل المرحلة هذه تكون داخل في المنطقة المدفوعة اللي لما تدخل من بعدها تقدر تستخدم الخدمات اللي موجودة سواء من مصاعد أو سلالم كهربائية وتنزل وتتحرك بين الأدوار المختلفة للوصول إلى أي خطة تبغي تستعمله إذا أخذنا جميع المحطات اللي بتتنفذ المشروع في المرحلة الأولى وفي المرحلة الثانية كانت توزيع تقريباً 80% لمحطات بتكون تحت الأرض و20% من المحطات اللي بتكون فوق الأرض طبعاً اللي فوق الأرض موزع إلى محطات على مستوى الأرض ومحطات اللي مرتفعة في الأجزاء العالية شوية عن سطح الأرض فكانت من 80 إلى 20% تقريباً بناء على اختيار سمو الأمير احنا حددنا الروح المعمارية اللي احنا نبحث عنها أو الهوية المعمارية مقاسات المحطات وتصميمها الداخلي كمقاسات وكأبعاد يختلف من محطة إلى محطة الروح نفسها لكن بنحاول استخدام نفس الروح وتركيبها مرة ثانية وتجهيزها أنها تكون متماشية مع جميع المحطات لكن الروح المعمارية والتصميم الخارجي دائماً بيعطيك نفس الروح ونفس الانطباع اشتركوا في القناة مشروع ضخم إن شاء الله بإذن الله الله يتممنا على خير يا أحمد إن شاء الله وتكون قطر في أمن وأمان في ظل النهضة العمرانية اللي احنا نشوفها في البلاد والله يتممنا على خير في ظل قيادتنا الرشيدة بإذن الله آمين يا رب العالمي أنا متحمس والله متأتي هالمشاريع ونقدر أنا متحمس أكثر شيء للغطار صراحة إن شاء الله آمين يا رب بهذا التغرير مشاهدين وصلنا إلى ختام الفقرة الاقتصادية لهذا الأسبوع هذه الفقرة برعاية مصرف قطر الإسلامي نشير مشاهدين إلى أن منتخبنا الوطني الأدعم سجل هدفاً في مباراته مع منتخب اليمن الشغيق لكرة الغدم خلال تصفيات آسيا 2015 وسجل هدف اللاعب خلفان إبراهيم خلفان وإن شاء الله يا رب انتهي المباراة بفوز منتخبنا قطر خلفان دائما يتحفنا بأقوالة صراحة يعني لاتنا شوفنا المباراة يعني عوايدة إبراهيم أشاء الله عليه الله يأتي لها بالمبارك إن شاء الله وإن شاء الله تنتهي المباراة بهالنتيجة بإذن الله إن شاء الله وفي فقراتنا اليوم بنتحدث مع الدكتور هشام السيد عن الأكل الصحي المناسب في العيد وفي هذه الحلقة بنتابع أيضا الاستعدادات للعيد في بلادنا تابعونا اشتركوا في القناة مع أفراده تسعى وزارة البلدية من خلال إدارة البلدية في عموم الدولة لتكفيف زياراتها التفتشية خلال أيام العيد نعم يا أحمد للتعرف أكثر عن دور الرقابة خلال أيام العيد معنا في الاستوديو السيد حمد المالكي رئيس وحدة من رغبة الأقضية في بلدة الدوحة مرحبا مسألة فيك عمي يا هلأ مرحبا يا مرحب أبك وبالبداية اللي تعلمنا كم يبلغ عدد المفتشين لغمون بعمليات الرقابة في العيد والله تغريبا يبلغ عددهم سبعة وثلاثين ما بين مفتش وطبيب بيطري نعم هذا المفتشين يعني أخي حمد هل أنتم معطينهم خطة لتوزيعهم بين هو أكيد أكيد طبعا مناطق الدولة كلها يعني تغريبا هم بغطون مناطق الدولة كلها وفي تركيز على الفنادق والمجمعات والأماكن اللي بيكون فيها تجمع يعني تدري الأعياد يكون فيها تجمع في بعض الأماكن نفس المجمعات نفس المطاعم اللي يكون فيها ألعاب أطفال فأخذ بيكون عليه التركيز أكثر زين أنت قلت حمد يعني بين مفتش وطبيب نعم لو تربط لنا العلاقة شو العلاقة بين المفتش والطبيب طبعا الطبيب هو المسؤول عن الملاحم على التفتيش على الملاحم والمقاصب نعم المقاصب طبعا نحنا عندنا تغريبا المقاصب وخصوصا نحنا ودشين على عيد الأضحة يعني هو طبيب بيكون مفتش على الذبح على الذبح على مشرف والمفتش وين بيكون والمفتش على المطاعم على المطاعم أيام على المطاعم والفنادق المأسسات الغذائية لو تعطينا عدد تقريبي العدد الضحايا اللي رح تمنحها في العيد تقريبا ما يتجاوز العشر تلاف دبيحة عشر تلاف دبيحة موزع على كم مكسب آل يمكن عندكم عندنا خمس مقاصب نعم خمس مقاصب بتكون شقالة وفعالة في العيد موزع على مناطق الدولة لا هي موجودة في منطقة السوق المركزي نعم في بهامور موزع يعني فيه الآلي وفيه مكسب الأهالي طبعا كلهم بيكونون تحت خدمة الجمهور عمل الرقابة في العيد الرقابة الصحية في العيد شلون رح يكون ومواعيدكم وشلون إذا فيه حدي بيتواصل معكم طبعا نحن عملنا متواصل من الصبح تقريبا من الساعة 9 إلى الساعة 1 في الليل عندنا مفتشين متواجزين في خلال هالفترة في منهم اللي في المناطق في مفتشين للشكاوي هذا المفتشين للشكاوي بيكونوا على اتصال مباشر مع الخط الساخن في البلدية اللي هو 4-4-2-5-6 4-4-2-5-6 5-6-6 6-6-6 هذا نقدر نقول شنو نوع الشكاوي اللي ممكن يقولون أي مملاحظات يشوفونها أي شيء سواء كان في المكسب سواء كان في المطاعم في مطاعم في أي موقع يعني يخص مثلا الأمن الغذائي يختص بالأمن الغذائي فيما يخص الأمن الغذائي والسلامة لك أنتم غمتم بعدد من الحملات قبل أيام العيد تطلعنا على جواها وشون كانت نتائجها والله يشوف احنا بالنسبة لنا من عيد الفطر واشنع شغلنا متواصل يعني من قبل عيد الفطر من رمضان عملنا حملات استعدان لعيد الفطر وكانت متواصلة إلى عيد الأضحى إلا وقتنا هذا شون كانت النتائج فالنتائج الحمد لله قلت المخالفات بشكل كبير التميل التزام الفنادق والمطاعم التزام يعني ما نبي نقول أمية في الأمية لكن خلنا نقول خمسة وثمانية في الأمية تسعين في الأمية خليم أخي حمد يمكن أنا حين مثلا عندي ضحيتي بروح أذبحها في المقصب أينها شنو الإجراء المفروضة أن أنا أسوي هل يعني يكون مثلا عندك الدكتور الموجود متواجد مثلا من الصبح ليه متى موجود داخل المقصب بنفسه وشنو الألية التي أنت شوفها يعني تم رغابة على الأضاحي أثناء ذبحها هو بالنسبة حق الدوام في العيد في المقاصب بيكون أول يوم العيد من بعد صلاة العيد مباشرة إلى السبع المساعد والثاني وثالث يوم من الساعة خمسة الصباح إلى الساعة سبع إلى الساعة سبع بيكونوا طبعا متواجدين طبعا كل الفترة هذه موجود أكيد أكيد ما في ذبيحة ولا ما في أطحية رايحة تندبح إن شاء الله إلا بوجود الدكتور وطبعا الدكتور يفحصوا بطريقة معينة يمكن أكيد في عندنا فحص قبل الدبح في فحص قبل الدبح نعم نعم اللي قبل الدبح طبعا يشوفون الأطحية يشوفونها ولا الذبيح يشوفونها إذا سليمة أو مش سليمة وبعد الذبح يشوفون الأمراض الداخلية نعم وفي حال مثلا طلعت ذبيحة فيها شيء عندنا أتلافين نعم أعيما الأتلاف يا أتلاف جزئي ولا أتلاف كلي إذا فيها المرض منتشر ولا مرض معدي أو خطير طبعا يتم أتلاف وتعويض صاحب الدبيحة نعم وإذا كان جزئي طبعا يشلون الجزئ نعم جميل هل عندك كلمة توجهها المواطنين لتغليل عدد المخالفات في العيد والله نحن نتمنى من الكل أن يكون الدبح داخل المقاصب يتم الدبح داخل المقاصب على أساس تحت إشراف طبيب بيطري جميل تحت إشراف طبيب بيطري وعلى أساس يتأكد من الدبيحة وما تجعلنا مشاكل وما تجعلنا مشاكل وما تجعلنا مشاكل وأيضا مش بس على شأن كذا لأن أنت إذا ذبحتها برا يمكن الدبيحة فيها مرض أو شي فأنت كذا أنت اللي راح تتضرر يعني بالعكس أني أذبح أنا في المكصب يكون أفيد لي ووافيد وأعتقد أن راح يكون هناك بشكل منظم إنما يكون هناك زحلة كبيرة أكيد إن شاء الله هو الخمس مقاصب مفتوحين إن شاء الله نعم يمكن أخوي حمد الناس تشكي أكثر شي يوم العيد أو يحاتي يوم العيد زحمة المكصب الزحمة فهل أنتوا عندكم خطط مثلا مسبقة تحضرون لها عشان ما سير في زحمة أثناء الذبح يمكن عشان أسألتك مش في اختصاصك لكن هل في مثلا من قبل المفتشين أو من قبلكم أنتوا تحضيرات أو عندك المسبق بطريقة مثلا أنه ما سير في زحمة والله إن شاء الله يعني إحنا شفنا الأوضاع في العيد اللي طاف عيد الفطر وشفناه في عيد الأضحى العام فإن شاء الله هالسنة نحاول انتلافى هذيك الأخطاء اللي سارت نحاول على قد ما نقدر بس أنت عارف يعني إذا سار التركيز على هالمكان أكيد رايح تسير في زحمة بس إن شاء الله احتوى خمس مقاصب أيضا نطالب طبعا أصحاب الأضاحي يعني كل واحد ما عليش إذا المقصب قريب من بيتي أبعد شوية المقصب اللي بعدنا خمس مقاصب مفتوحة صح؟ هاي المقاصب كلها في نفس المكان كلها في نفس المكان بالحقص هذا بيخف إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نتخف ناس كلها بالضاحي الإجريد يمكن أن تؤمن الناس يعني يمكن الناس تأخذ إجازات في العياد لكن أنتو يمكن مفتشين بالعكس في العيد يزيد شباب ولو تكلم عن هذا الموضوع والله أنا عندي شباب مثل ما أنت عارف يعني في منهم تقريبا 17 مفتش ولا 12 مفتش ندومين في مبنى السد اللي هم مبنى الرئيسي طبعا على المناطق والشكاوي عندي 25 طبيب رايحين يدومون طالعي يام العيد وما بعد العيد عندنا سوق السمك برد يفتح من ثاني العيد وفي أطباء وفي مشرفين هذا دوامهم في العيد بس ولا في العيد كثفتوا عدد في العيد تجهيز حق العيد طبعا تجهيز المقاصب غير عن تجهيز الأيام العادية وش اللي يختلف أخي حمد الضغط نسبة الدبايح نسبة الدبح الجمهور اللي يجونك تزيد عدد المفتشين غاصلة كنت ولا المجهود يجي نزيد عدد الأطباء ويزيد المجهود لازم نعم نعم في دورنا نشكرهم نوجه لهم الشكر والتحية يعني هم يقومون بدور كبير في الحفاظ على الأمن الغذائي نقول على صحة الناس وهي مجهود يعني يتشكرون عليه الله يسلمك هذا واجبنا وبالعكس هذا حق واجب الله يأتيكم ألف عافية وإن شاء الله نترقب إن شاء الله العيد أن يمر علينا بدون زحمة ولا شيء وبعدها حتى لو صادفنا زحمة يا أخي عيد تحمل نعم تحمل عيد تبي الضحي تحمل إن شاء الله وإن شاء الله يا رب أنه يعدي علينا العيد بصحة وسلام يا رب وسعادة سيد حمد المالكي رئيس وحدة مرغبة الأغذية في بلديه الدوحة الله يأتيك ألف عافية ما قصرت شكرا على جهودكم الله يجزلكم خير على هذه المقابلة وعطيكم العافية الله رحمه شكرا التحضيرات لعيد الأضحى المبارك دفعت المواطنين والمقيمين إلى التوجه إلى الأسواق لشراء الحاجيات والإعداد لهذه المناسبة وفي هذا السياق قامت كاميرا الريان بجولة في سوق العلي للطلاع على تحضيرات المواطنين للعيد خلنا نشوف التغرير عن هذه الجولة نبتدي في العيد بشراء الملابس ومقتنيات العيد للأطفال والأطعمة النهار العيد وفي هذا كل حاجة أحق العيد للأطفال دول شيء نعيد على صاحب السمو الشيخ تمين بن حمد أثاني أمير البلاد من فدع والشعب الغطري والحكومة الغطرية ونعيد على الأهل والأصدقاء والله بنتحذر والحاجة بنجي بنفصل الثياب بنشتري قطر لوازم حق اللي تخص الرجال إن شاء الله نتمنى من الله أن يسرها على جميع المسلمين وهالحج الكريم إن شاء الله وكل سنة وهم طيبين إن شاء الله يعني أنا جاي عشان أفصل الثياب عشان حق العيد والأوتر والعقال عشان أتكشخ فيها جاي هنا جاية أغراض الأطفال عيالي نتحذر العيد إن شاء الله والله يعيدها علينا وعليكم إن شاء الله كل سنة إن شاء الله والله تعذر العيد على قراتهم قبل العيد تكون فيتر عشان الزحمة عشان العالم يجي نفصل ملابس واللي يأخذ الأغراض تقضى الأغراض البيت والأهل وعلى قراتهم مهم شي عندنا يعني الأطفال الصار لازم نكون كاشخين في يوم العيد نفصلهم الثياب والاقتر الجديدة وتفصل العقال عشان أول موجه في وجهة المجلس أول موجه جديد فكذا يعني نهتم وشي في أيام العيد الحمدى رب العالمين كل الشعب الاقتري يعني لازم نهتم في زي الاقتري والحمدى رب العالمين كل ما جاء فترة العيد اللح أننا موجودين وجهزين الحمدى رب العالمين شفت أحمد الصغير أنا عجبني اللي يقول باشتروا وقال عشان تكشخبه إن شاء الله يكشخبه وقاطع بالعافية إن شاء الله إن شاء الله يا رب وإيضا بشهد الكرام بهذه الحلقة بنتابع عيد الأضحى المبارك على الأبوب وكذلك حلوياته رجعنا لكم مشاهدينا والحين بنتكلم عن الحلويات اللي هي من الأشياء اللي ما تغيب في أيام العيد إذ تسارع الأسار في تحضير واغتناء مختلف الحلويات الشعبية ومنها الشرقية وحتى الغربية وكذلك المكسرات والتي تزين بها طاولة يوم العيد عنها الحلويات خلنا نشاهد هذا التغريب تكتسل أسواق التجارية ومحلات بيع الحلويات والمكسرات هذه الأيام بحل جميلة لما تحتويه من أشكال وأنواع مختلفة من أكياس الحلويات والمكسرات والتي يقبل عليها الزبائن بكثرة مع اقتراب مناسبة عيد الأضحى المبارك وتتنافس المحلات فيما بينها لتقديم أفضل الحلويات نوعية وشكلا إضافة إلى الأسعار التنافسية وذلك لضمان إقبال أكبر لمختلف الزبائن الذين يحرصون على تزين طاولاتهم صبيحة العيد بمختلف المكسرات والحلويات وأشهاها ونبقى مشاهديننا في موضوع الأكل ولأن العيد يوم فرح سرور زيارات فإن العادات الغذائية في العيد تتغير وهذا الأمر قد يسبب بعض المشاكل الصحية نعم يحمد الدكتور هاشم السيد استشاري أول طب الأسرة معنا في السيديو ليحدثنا عن أفضل عادات الغذائية في أيام العيد مرحبا مسألة فيك أياكم الله ونتبخير ونتبخير ورحبا بك يا دكتور بالبداية نعرف الأسباب لصابة بعض أمراض الجهاز الهضمي في أيام العيد بسم الله الرحمن الرحيم هي الأمراض تقريبا مرتبطة بنوعية الأكل عادة الأكل للدهين أو البروتينات المشبعة بالدهون عادة ما تنطبخ أيام العيد أو الحلويات خصوصا الحلويات الشرقية بعض الحلويات الغربية كذلك فيها نسبة من الدهون خصوصا الزبدة المشكلة تصير وين تصير لما يقدم الشخص من البداية من الصباح على وجبة دسمة جدا ومتكونة من البروتين والدهنيات على سبيل المثال بعضنا متعود أنه الصبح يفطر على مجووس موجودين فهنا من البداية هو مسبب حق نفسه عسر هضم خصوصا كان صايم يوم قبل يوم عرفة الشي الثاني أنه ما عنده برنامج يعني يجي الصبح ممكن يأكل حلويات يروح البيت الثاني نفس الكلام كيك البيت الثالث ممكن يأكل بلاليت ويأكل بيض البيت الرابع عصيد ويأكل عصيدة ويأكل خبيص فتلقى أنت نسبة الدهون تتراكم معاه لين يوصل الظهر ويجعل الذبيحة بعدين اللي تكلمت عنها من شوية فهي المشكلة وين تصير لما تزيد نسبة الدهون والبروتينات يصير عندها عسر هضم وتلبك في المعدة ويقوم يشعر بالانتفاخ والغثيان حصولي إذا كان عنده مشاكل صحية من قبل على سبيل المثال إذا كان عنده حارج تلقى يزيد إذا كان عنده قرحة في المعدة أو عنده نقول التهاب في المعدة يزيد عليها الموضوع إذا كان عنده مثلا حصة في المرارة تلقى يشعر بالغثيان يشعر بالاستفراغ يشعر بوجع في بطنه يحس أنه بيزوع فلازم أنه يحاسب أشياكل خصوصا الابتعاد على الدهنيات بشكل عام قد ممكن ما يتحاشى المتشابيس وما يتحاشى اللحوم لكن الدهون على الأقل يتحاشاها فإذا جاء مثلا على المتشبوس لا يركز على الرز وإذا ينعزم في مكان أن العيش مهم مطبوخ في نفس الماء ومال اللحم بحث يكون منفصل فنسبة الدهون تكون قليلة جدا هو ممكن يرتاح وهو الماكل هذا مفرض على اللي عازمنا اللي عازمنا مفرض ينتبه اللحب تأعزم أحد يفصل العيش على اللحم بس يدكتور يمكن أن ذكارت نقطة مهمة يوم العيد الصبح مثلا الواحد يقوم يبتدي مثلا يوما خلنا نقول برويوك خفيف لكن ذكرت نقطة مهمة أنه في زيارات وكل زيارة في فالة وقدور ومن بيت لبيت فالواحد لازم يحاسب يحط له برنامج يحاسب أنه يعني أنا باكر والله في البيت هذا مثلا شيء فلاني أو أن يمتنع لكن الامتنع هو صعب خلصا الشخص بيزعل لأنه هنا لازم تأكل وتفاول عنده البداية هو لو يبدأ بالفواكه بحيث أن المعدة تكون مرتاحة بالفواكه أول شيء وإذا أكل من هنا مثلا الفاكهة المعينة هذه وبعدين الفاكهة الثانية هنا والثالثة وهنا ليوصل على مرحلة الغداء يكون شوي الجهاز الهضمي متحي حتى لو شرب شاي وشرب قهور ما فيه إشكال حتى لو يتناول بعض المعجنات الخفيفة ما فيه إشكال لكن المشكلة إذا بدأ من البداية ببداية قوية تصدم المعدة صدم المعدة بالبروتينات وبالدهنيات وهنا يصير المشكلة خلصا الناس اللي عندهم أمساك فتلقى في تهلي الليلة وثاني يوم العيد عنده مشكلة عنده مشكلة شديدة في دخولها لدورات المياه ويعاني وقد يصير عنده النوع من التحيج في البواسير أو يصير عنده شرخ شرع جلا سمح الله فهنا ننصحه أنه يهتم في موضوع الألياف يعني إذا اضطرنا والله أنا معزوم كذا مكان وكذا صينية أنا بنزل عليها وكذا معركة بدخلها هنا يجب أنه ينهيها بفاكهة فيها ألياف مثل شنه الفواكهة؟ يعني مثلا البرتقال على سبيل المثال ما يشرب العصير يأكل البرتقال نفسها بأليافها مش بقشرتها بأليافها الشيء الثاني إذا كان مثلا ما يحب الفواكه فيه أشياء فيها نخالة فيها بر فيها قمح كامل أو فيه حبوب كاملة مثلا سيني من المثال فيه أنواع من الكورنفليكس ليس بوديتش هذا لا تفهمني غلط فيه نوع من الكورنفليكس مصنوع من النخالة أو البر الكامل أيوة نعم هذا إذا أكله الإنسان مع الحليب البارد يسهل عليه مسألة الهضم ومسألة الخروج فيكون مرتاح ما عنده إشكالية فمن ناحية هو لبى الرغبة ولبى النداء الواجب أنه راح وزار وكفة ووفة وفي نفس الوقت ما صارت لها مشكلة في النهاية أنا عندي سؤال بالنسبة لأمراض السكري اللي عندها سكري وضغط أنا عندي واحد من ناس تغريبا غلبية شبان سكري وضغط فاشي اللي تنصحهم في يوم العيد الإبتعاد بقدر الاستطاع عن النشويات يعني قد ما تكون النشويات بس حلويات وسكريات ممكن تكون خبز ممكن تكون رز إذا مثلا تنعزم تحاول تركز على البروتينات على اللحم أو الدجاج أكثر من أنت تركز على الرز لأن الرز هو اللي بيرفع السكر عندك والخبز والمعجنات والبسكوت هذه كلها بترفع عندها السكر المشكلة تصير وين مش عند كبار السنة اللي فيهم السكر من النوع الثاني المشكلة تصير عند الأطفال اللي فيهم السكري من النوع الأول واللي معتمد على الإنسولين هؤلاء الفئة من الناس محتاجين نقيسون إش قد يأكلون من النشويات يعني الأم عادة تنهي المحتمة في هذا الموضوع وللأبو مبصوبة إذا جاء الطفل بعض الأباء بعض الأباء يا الله معرف نستسمح منهم إذا جيت مثلا أنت بتاكل يعني تخلي الطفل يأكل لازم تحسب له مثلا حبة البقلاوة على سبيل المثال كم جرام فيها من الوزن إذا كانت مثلا ثلاثين جرام ثمانية جرام أو ثمانية جرام خلينا نقول إذا أنت رايح مكان صحي على سبيل المثال ثمانية جرام أو عشر جرام بيحتاج مثلا وحدة من الإنسولين فأنا أقدر أحسبها قبل ما يتناولها الطفل عشر دقائق إلى ربع ساعة فأنا من ناحية ما حرمته ومن ناحية ما هديت له المجال أنه يأكل أبراحته فيلازم خير الأمور الوصحة يمكن دكتور هي مسألة صعبة يمكن يوم العيد وأطفال ويروح نعيدون وهو في مثلا خلينا نقول الله كيف نشر يعني والله يشفي كل مرضى المسلمين وأطفالهم أنه يعني ممكن يكون فيه سكر مثلا فشلون يقدر وعيها الكلمة في التوعية أنت لازم تتكلم مع الطفل وتقعد معه قبلها بيومين ثلاثة ترى يا يوبا بيصير كذا 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 بتنعزم في اليوم الفلاني في المكان الفلاني على كذا وكذا وكذا أنت حاسب إذا أنت تبغي مو مشكلة أقول لي أسسا نضبط لك مسألة الإنسولين يعني المشكلة تصير وين لما يرتفع السكر عند الطفل من النوع الأول قد يصاب بيتسمم كيتوني قد يفقد الوعي أيوة هذا يدخل فيه مشكلة وهو بعيد عنه موبوي يمكن قاعد يعيد مع اليها بالضبط فهنا يجب أن يكون هناك نوع من التوعية ونوع من التفاهم بين الآباء لأن الطفل الحين ممثل الطفل الأولي نحن واعي فاهم وقام إلى عدة زيارات لطبيب الأسرة مثلا وفهم موضوع الإنسولين وكذا ولكن يظل في نهاية الأمر هو طفل فيجب أنه يكون حذر في التعامل معه ويكون ما أضغط عليه وايد ولا أترك لها المجال أنه يتحرك بسهولة نعم دكتور يمكن يمكن تزيد أنا أقول أمراض الجهاز الهضمي أو يعني أكثر من الأيام في العيد أكثر من الأيام الثانية فيعني يمكننا تزيد الحالات في المستشفيات سوحي يمكن الحكم أن أنت موجود دكتور في المستشفى لكن لو نحن بنتكلم عن مثلا أدوية أن تنصح فيها لتجيهم هذه الأعراب مثل عصر الهضم قبل الأدوية فيه مو بس الجهاز الهضمي حتى القلب والدورة الدموية في كثير من الناس خاصة الكبار السن الأكل الدسم يعتبر من الإجهاد اللي تتعرض لها عضلة القلب وإذا كان عندها قصور في الشرايين التاجية قد يصاب لها سبحان الله بذبحة صدرية فيجب أنه نتنبه أن كبار السن يبتعدون العكل الدهن والدسومة والبروتينات قدر الأمكان يبتعد عن هذا بالضبط إذا اضطرنا يأكل مثلا دجاج مثلا ويأخذ جزء الصدر من الدجاج ما يأخذ الرجل أو السمك أو الأسماك النقطة الثانية هو مسألة النقرس أو داء الملوك كثير من الناس ما عندها مشكلة بس يجي يوم العيد يصاب بهيجان في داء النقرس تشوف صبعة الكبيرة تورم يقولك أنا ما أقدر أمشي ما معنى دكتور لأنه يقدم على كمية كبيرة من البروتينات فيرتفع عنده حامض البوليك في الدم فيصاب بالتهاب في رجلة أو في مفصل من المفاصلة أو ما يقدر يتحرك في هذا الشخص يجب أن يشرب كمية وافرة من المياه ويتحاشى البروتينات قدر الاستطاعة بالنسبة إلى الأدوية التي يمكن تقدمها للشخص هذا صعب أن تقدم دوة للشخص يصاب بعسر الهضم إلا إذا أصيب بهذا الشيء لا تقدر تقول لو أن تخذ هذا الدواء على ساس لا يجي كعسر الهضم لا هو يصير بالعكس إذا جاء عسر الهضم نقدم بعض المضادات الحموضة مثلا أو بعض الأدوية التي يتحارب الغازات أو التقلصات التي تصيدها أو التي تجيب لها الغثيان فممكن أنه يتعالج بهذه الطريقة لمدة يوم يومين وترتاح المعدة دكتور هاشم أنا عندي سؤال عن النقطة الأولى التي قلتها اللحوم الآن أنا جيت قاعدت على الصحن قدامي الذبيحة طبعا أنت مجبور تأكل لازم حلف عليك الرجال وجيت قاعدت على الصحن الآن الذبيحة قدامي أي جزء من الذبيحة ممكن أن أخفف منه أضرار اللحم يعني أكل من جزء معيني ممكن أن يخفف الضرار عليك هي اللحوم بشكل عام في الذبيحة متساوية ولكن المشكلة تسير وين مشكلة الدهن عادة أن الدهون تتركز في الذبيحة في الفقوذ وتقل في الرقبة وفي الأيدي فالأفضل هو الفقار لأن الفقار أنت ممكن بسهولة تسحب الدهن الموجود على الظهر وبتشوف أنه العضلة على جانبي الفقار موجودة يعني وردية وناصعة ومبينة وما فيها أي شحم المشكلة تسير وين تسير بالساق بالفخذ ليش؟ لأن تلقى الدهون من خشة بين عضلات الركبة فهنا الإشكالية تسير والإشكالية تسير أكثر من الدهون ليس فقط في اللحم كذلك في الرز اللي قلنا من بداية الحلقة أنه الرز المطبوخ في الماء ومال اللحم هذا أجمل جزء عندي أنا لجيت أرد بيها قاعدت عند الجزء هذا اللي هو الفقار لا الفقار أحلى شيء نعم الفقار أحلى أنا لشوف تلقى بسرعة يخلص مدد دكتور أنه مثلا طريقة الطباخ أنه يشلون الذبيح ويكتون العيش هذه الطريقة الخاطئة خاطئة هذه ما نقدر نتغييها أوكي في طريقة ثانية ممكن نتحاشاها نخلي المرق يبرد زين لبرد المرق بتلقى أن الدهن طفح فوق صحيح اسحب الدهن وطلع برا رد العيش داخل المرق بتلقى نفسك أنه حصلت نفس الطعم ولكن بدون دسومه يعني طب خدايت بضط لأنه ما أريد أن تقول مبماقل نعم فأنت ممكن تعمل تغيير أو تحوير في الموضوع وتحتفظ بنفس النكة ولكن أقل ضرر هذا رجاء خاص لجميع مشاهدين اللي يشوفونا سووا اللي يقال عليه الدكتور عشان نعيد وين ينطرون يبرد الماء هذا يصدك تعال الرجال في المجلس يلا اتصلوا يلا خلصوا يمكن دكتور أكثر ناس نركز عليهم في العيد كبار السن وعاداتهم الغذائية يمكن لو تتحدث عن هذا الشيء بشكل عام مثل ما تفضلتم في البداية عندهم أمراض مزمنة فيهم السكر وفيهم الضغط وفيهم القلب بالنسبة للأملاح الأكلات التي فيها أملاح بعضهم مثلا في العيد يأكل محمر غاية غاية فهذا إذا كان عندها ارتفاع في ضغط الدم وأتشب على السمج تتوقع عنده يرتفع عندها ضغط الدم خصوة إذا كان الأكل دهين فهنا هي إشكالية مثل ما قلنا في البداية إذا كان عنده مثلا احتشاء في عضرة القلب أو عنده قصور في الشرين التاجية أو عنده مشاكل في القلب أو في الصمامات يتعب المريض كبار السن عادة عندهم مسألة الهضم بطيئة وتأخذ وقت وحركة الأمعاء عندهم كذلك بطيئة جدا ويصابون بالإمساك بسهولة ويصابون بعياء في المعدة وفي الجهاز الهضمي أسرع وتكون عندهم مشاكل أطول وقد يصاب كذلك بإمساك شديد جدا فيجب الحذر إعطاهم مثلا الفواكه اللي فيها ألياف شرب الماء بكثرة إذا مثلا ما يحب الفواكه ممكن تتسوي له مثلا فروط صلد تقطع لهيا بشكل مرتب بحلو بحيث ما يرفضه العصائر اللي يتحس أنه فيها هناك كمية من الألياف مثلا الجزر عرفتوا مثلا المنقة ليس مو بالمنقة الحافوزي مو بالهندي المنقة السوداني لكلها شراح فأي شي تحس منه أنه فيه ألياف بفيده في نفس الوقت أنه أنا إذا أحاسب أحاسب على أدويته لأنه كثير منهم يأخذ أربع أو خمس أنواع من الأدوية لازم ينتظم بالأدوية مو يقول أنا في عيد وبترك دواء أو دواين خصوصا أدوية السكر هذا اللي يصير فالإشكالية تصير أنه الأدوية ضرورية جدا خصوصا لهذه الفئة من المرضى بالإضافة إلى تنظيم الأكل الشي الآخر هو المشي المشي ضروري جدا خصوصا بعد الأكل بساعتين مش على طول مش مباشرتين بعد الأكل بساعتين بتحس أنه أنت ساعت نفسك على الهضم وتشوف أنه جهازك الهضمي بدأ يشتغل أحسن وقمت بحرق السعرات الحرارية الزايدة اللي أنت أكلت نحن شي دسم وأكلت لحوم وأكلت رز وكذا كم مدة المشي هذا؟ هو تقريبا من نص ساعة إلى ساعة لا ربع بشكل يومي هذا هو اللي ينصح به المريض أو ينصح به الشخص العادي هذا وأنا بس لك دكتور طبعا هذه النصائح مش كبر السنفقات يمكن للكل لكن الدكتور ذكرت يعني من عرض كلامك ذكرت الفواكه كذا مرة ذكرت أكثر من مرة فالفواكه هل هي لما أكلها قبل الأكل نفس ما أكلها بعد الأكل؟ لأن بعض أخواننا يعني بعد ما يأكل يحلي بفواكه فالهذه عادة صحيحة؟ أنا معاها ليش؟ لأن التحلية بالفواكه تجنبك تخليك تتجنب الحلويات لأنك حصلت السكر ولكن السكر الطبيعي ما حصلت سكريات اللي فيها تقريبا ثلاث أربعة ضعاف اللي يحتاجها جسمك ما حصلت دهون لأن الفاكهة ما فيها دهون صح عرفتش له فأنت حصلت الطعم الحلو وفي نفسه حصلت ألياف وحصلت معادن وحصلت فيتامينات ما رح تحصلها في أي حلاوة مهما كانت بس دكتور أكل الفواكه قبل الأكل؟ ما في نشكارية قبل أو بعد إذا أكلتها قبل أنت بتستفيد من ناحية أنك رح تقلل كمية الرز واللحم اللي رح تأكلها بعدين ترس بطنك وترس تحيز من الفرق بس أنا أنصح أنه تأكل أنت الصلطة قبل الأكل بحيث أنه الصلطة بتعطيك معادن وبتعطيك ألياف وتعطيك فيتامينات وتعطيك السوائل فتساعدك على الهضم كثير من الناس يقولك والله أنت لا تشرب ماء مع الأكل لأنه بيجيك عسر هضم هو بالعكس لأنه لما تشرب الماء تخلي الطعام يتفتت في المعدة وتساعد العصارة الهضمية أنها تشرب الماء أثناء الأكل تشرب سمعتها مليون مرة أنا ما عارف أكل بدون أن أشرب شيء معه يا أما بيبسي يا أما سفن يا أما بيجيب أنا بغازيات ماء الماء هذا يساعد ما يضر بالعكس يساعد على الهضم يطلع يزيد وزنك يطلع لك لا هذا طبعا مفهوم خاطئ لأن الماء ما يشعرات حرارية أبدا يعني ما ممكن تأخذ منها يشعرات حرارية بس أنا دكتور يمكن أن ذكرت أن يأكل الصلاطة يمكنني هذا الشيء يعني يغيب عن أكثير من الناس ولما يكون جوعان جاي بيأكل يهجم سيدة على الضغط أنا ما عندنا مثل ما تقول القرآن شي يقول فلن ينظر الإنسان إلى طعامه ينظر مو بيطالع الكل يشوف كلنا ستة على ستة واللي يركب عدسات واللي يسوي ليزك وكله لكن التفكر في نوعية الطعام أنت ما تأكل هل عندي أنا برنامج شلون أكل لما قوم الصبح حاطني برنامج ولا أنا بس مع الخيل يا شقرة لا فأنت تبدأ برنامجك اليوم يبكوب من الماء مثلا الفاتر بعد أن تبدأ بالفواكخ تأكل مثلا توست مع شاي وتروح تزور المشكلة تصير أنه إذا أنت ركزت على الدهنيات وعلى البروتينات ركزت على الأشياء الثقيلة الدسمة خصوصا أكلاتنا القديمة يعني الإشكالية تقع هنا لأن معظمنا فيه سكر يعني تدور لي بيت واحد ما فيه سكر لازم فيه واحدة واثنين فهذه الإشكالية تقع فمسألة الماء مسألة ضرورية جدا لأنها أولا ترويك اثنين تجنبك الأمساك ثلاثة تقلل من السعرات الحرارية لأنها تترس لك حيز من المعدة أربعة تساعدك على الهضم فأنت ما عندك مشكلة دكتور تدري في ناس ينسى أن يشرب ماء ليش؟ لأنه يستعيض بالماء بالكوفي بالعصير لكن تحس أنه ما يشرب ماء يعني كمية بالضبط المشكلة هنا شنو صاير المشكلة أنه الكوفي أو الشاي أو القهوة تعتبر من مدرات البول اللي بتشربه بتفقده في دورات المياه فأنت مرتويت ليش؟ لأن الكفايين مادة مدرة للبول تخليك تفقد السوائل من الجسم معكس الماء الماء يرويك لكن الأشياء أثناء ما ترويك بالنسبة للعصائر المشكلة تقع وين؟ إذا كانت عصائر مشكرة يعني فيها سكر مثل أنت المعصارة تطلب عصير لما تشربها طبيعي ما له طعم هو له طعم بس لأنك أنت ما تعودت عليه متعود على قبشتين ثلاث قبشات سكر داخلها أستطيعوا طعمها حلو فهنا هي الإشكالية فأنت لازم تكون تختار اختيار صحي كيف لون أكل؟ طريقة الأكل الصحي هي اللي يتمكن الإنسان من المحافظة على وزنه ويبتعد بها عن جميع الأمراض خصوصا السكر والسمنة دكتور هاشم سمعنا كثير من ناص اللي تقول لك بعد شرب الماء بعد الأكل بساعة أو ساعتين ما لا علاقة بالعكس أثناء وقبل وبعد لأن أنت بتساعد بتساعد الجهاز الهضمي على أنه يشتغل وتخلي العصارة المعدية تنفرز وتكون أنت مرتاح وما رح تاكل أكثر من اللازم يعني أنت تخيل أنك أنت المعدة مثل الوعاء إذا عما تترسه أكل أو تترسه سوائل وهي الماء بتكون أنت تتخلص من جزء كبير من المعدة في نفس الوقت ساعت نفسك أنك أنت ما يزيد وزنك نعم يمكن دكتور لو تعطينا الحديث معك دائما ما يكون شيء صلاحة فلو تعطينا نصيحة أخيرة للمستمعين للمشاهدين أنا أقول أنه بسم الله الرحمن الرحيم وكلوا واشربوا ولا تسرفوا المشكلة تسير وين في ولا تسرفوا لا نتذكرها الاعتدال في كل شيء أنا بمجبوس أقدر ولكن شلون آكل أركز على اللحم لا أركز على الرز لما أبدأ يومي أبدأ يومي بالفواكه لا أبدأ بالحلويات عرفتوا شواء لما أجي أنهيه أو أثنائه أشرب الماء وأنهيه بالفاكهة لا أنهيه بالحلويات على سبيل الدعابة عندنا واحد قاعدوا يانا على الصينية أكل المجبوس وأكل البقلاوة وكل ما لذبوطاب وشرب سيقارة ولما جاي حق اللي بيشربه المياه الغازية قال لا يبوني دايت ما قصر يقولي دايت ما بيها ذاك سبحان الله يعني الواحد يعني لازم يشوف اش قاعد يأكل لازم يفكر قبلها بيوم والله أنا اش بسوي برنامج اش بيكون وعيالي اش بيأكلون وحذر كذلك من الوجبات السريعة رجاء رجاء لجبون وجبات سريعة في يوم العيد ماذا نوجه الكلام للمشاهدين أنه يبتعدون عن الوجبات السريعة خصوصا الأطفال نعم خصوصا الأطفال دكتور هاشم السيد استشاري طب الأسرة الله يعطيك ألف عافية على المعلومات الغنية وإن شاء الله نستضيف كل أيام الجاية تزيدنا بعد العيد إن شاء الله إن شاء الله الله يعطيك العالي أعزائي المشاهدين مع اقتراب العيد ينتظر الأطفال أيامها المباركة لأسباب كثيرة من بينها العيدية أو خردة العيد واللي تعني مصروف خاص يمكن الأطفال أنهم يشترون اللي يبغون بالفعل يا خالد في هذا التغرير لنعوده إلى هذه التغاليد للمرتبطة في العيد وصباح المميز خردة العيد أو العيدية هو التقليد الذي يحرص عليه أهل قطر حيث يتم تخصيص مبلغ من المال ليقدم إلى الأطفال خلال الساعات الأولى من يوم العيد ويقصد المواطنون البنوك والمصارف قبل إجازة العيد الرسمية لضمان تأميل المبالغ المطلوبة كما تعمل البنوك على توفير عملات ورقية جديدة من مختلف الفئات لكي تمنح للأطفال الذين يتسابقون على زيارة الأهل والأقارب من أجل جمع أكبر مبلغ من العيدية وهو ما يخلق جواً من المحبة والألفة والتواصل ولا تزال هذه العادة متداولة مع كل عيد كونها تطفي الكثير من مشاعر الفرح سواء على مستقبل العيدية من الأطفال الذين يفرحون عند الحصول عليها أو مقدميها الذين تسعيدهم رؤية الفرحة على وجوه هؤلاء الصغار وكثيراً ما يخطط الأطفال مسبقاً لما يمكن اقتناؤه بالعيدية التي سيحصلون عليها وعيدكم مبارك يا حلوها الصباح يا خالد نعم يا أحمد إن شاء الله الله عيد علينا كل سنة إن شاء الله بخير ويعني نقدم نصيحة لإخواننا يعني السائقين يوم العيد نشوفون الأطفال في الشوارع وبين البيوت مستنسين وفرحانين يعيدون فنرجو منهم أخذ الحيطة والحذر ما تدري شيء يصير يعني ويكون العيد إن شاء الله عيد فرحة علينا كلنا على هالقطر كلهم والمسلمين أجمعين بإذن الله آمين يا رب يبعدنا عن الأخبار اللي ضيق صدورنا آمين يا رب العالمين مشاهدنا الكرام وصلنا إلى نهاية حلقاتنا اليوم لكن ننتظروا بكرة إن شاء الله معا تحضيرات سوق واقف لفعالياته الكثيرة والمميزة خلال عيد الأبحان المبارك وقبل ما نودعكم أعزائي المشاهدين نذكركم بأنه بعد ترحيب بتشاهدون شاشة الريان أو بتشاهدون على شاشة الريان برنامج هال الفزعي في موسمه الثاني ساعة ثمان ونص واللي نشاهد خلاله شرطة الفزعي خلال أداءهم واجبهم في السهر على حماية وراحة هالقطر والمقومين على عرضها والساعة عشر إن شاء الله بنكون مع إعادة لبرنامج الرئيس الموسم الثاني وسيتضيف خلالها الزميل سعد العتيبي مجموعة من المختصين في مجال سباقات الهجن ويطرح قضايات أهم مضمري وملاك الهجن يتحدثون من خلالها أيضا عن السباقات التي تم المقرر أنها تبدأ في 16 أكتوبر الجاري نعم بإذن الله والحين عزيزي المشاهدين وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من ترحيب لأي اقتراحات أو استفسارات وللتواصل مع فريق عمل ترحيب يمكنكم متابعتنا والمشاركة عن طريق تويتر من خلال هاشتاك برنامج ترحيب معدنا معاكم القابلة مشيئة الله في حلقة جديدة من برنامجكم ترحيب انتظرونا ومع السلام ومع السلام